بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثالثة بالشابتر الرابع سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح القوانين الخاصة بالحسابات على الصلد non-circular shafts يعني الأجسام التي عليها مقاطع غير دائرية نأخذ هذا الشكل شكل مربع أو مستطيل non-deformed لكن لما نعمل عليه تورك بيصير هذا الشكل العام twisted يسمى وهنا نلاحظ شيء أن الأسامبشنز اللي طرحناها في بداية المحور غير متوفرة هنا وأهمها أن المقاطع تظل مسطحة وهنا نلاحظ أن المقاطع شكلها غير مسطح أيضا المقاطع تظل متوازية أيضا هذا الشرط غير متوفر وبالتالي لا نستطيع أن نستعمل القوانين الأولى بالنسبة لحساب الإجهاد على التورشن فسيكون معنا قوانين خاصة بهذه الأشكال لما يكون معنا شكل مربع والمعطيات هي الظلع يكون مقاسه A حساب TOW AVERAGE يكون كالآتي TOW AVERAGE تساوي 4.81 ضرب T اللي هو العزم تورك تقسيم A تكعيب أما بالنسبة لحساب زاوية الإلتواء فتكون FI تساوي 7.10 ضرب التورك ضرب L طول السوليد تقسيم A أصفور ضرب G اللي هو الشير موديلس لما يكون معنا إكويلاتيرال تريانجل بهذا المقاسات فحساب الأVERAGE SHARE STRESS يساوي 20 ضرب T تقسيم A تكعيب أما زاوية الإلتواء فهي تساوي 46 ضرب T ضرب L تقسيم A أصفور ضرب G أما لو كان معنا شكل المقطع هو شكل أليبس شكل بيضاوي بهذه المعطيات ال-B وال-A فإن الطاو AVERAGE SHARE STRESS يساوي 2 ضرب T تقسيم PIA B تربيع أما حساب زاوية الإلتواء فهي كال-AT FI تساوي A تربيع زائد B تربيع ضرب T ضرب L تقسيم PIA ضرب A كيوب B كيوب ضرب G